من تونسي نضم إلينا صبر الزغيدي الكاتب والمحلل السياسي سيدي أسير في الانتخابات بدون تعديلات التي اعتبرت إقصائية كيف سينعكس على المشهد الانتخابي؟ مساء الخير طبعا إلى حد اليوم رئيس الدولة لم يختم القانون الانتخابي الذي أقره البلد التونسي وهو ما أثار جدلا كبيرا وأثار سراعا بين مختلف الحساسيات السياسية والإديولوجية الموجودة في تونس والتي تنتظر الخوض في هذه الانتخابات هذه المسألة جعلت من رئيس الدولة الذي من المفروض أن يكون هو الحامي للدستور التونسي بهذه الطريقة كل الحساسيات السياسية في تونس تنتظر ماذا سيقول رئيس الدولة إن لم يختم هذا المشروع الانتخابي نعم هو لم يختم هناك توقع أنه سيختم أنه سوف يمضي على هذه التعديلات كل التوقعات كل التوقعات تشير وكل البصادر تشير لأن رئيس الدولة اليوم والذي لم نره في أي وسيلة إعلام أو في أي تصريح إعلامي رئيس الدولة اليوم يعني مخفي إلى حد اليوم لم يتحدث عن هذه المسألة لم يوضح سبب امتناعه عن الإمضاء الأنباء في الكواليس الرئاسة لم توضح لغاية الآن سبب امتناعها عن الإمضاء على هذه التعديلات طيب لا بالنسبة لرئاس لا لا بالنسبة لرئاس الدولة وضحت هذه المسألة وقالت أن رئيس الدولة لم يمضي على قانون الانتخابات لأن هناك مسألة إقصائية لعديد الحساسيات من جهة أخرى من جهة أخرى تتحدث المصادر عن أن رئيس الدولة اليوم مكبل حقيقة مكبل بابنه أو بنجله حافظ قيد السبسي الذي يقوم الآن ببعض التحالفات من أجل إقرار يعني القائمات من أجل إقرار قائمات للترشحات في الانتخابات القادمة بالقانون القديم القديم يعني إلى حد اليوم إلى حد اليوم ليس هناك أي جهة قانونية تتحدث عن التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان التونسي بل بالعكس لأن نتحدث اليوم على على تعديلات على على القانون القديم وبالتالي نجل رئيس الدولة يعني هل ستسير الانتخابات الآن بالقانون القديم وهل الكرة هنا بملعب نجل الرئيس بطبيعة الحال نعم بطبيعة الحال هيئة الانتخابات ليس لها أي ليس لها أي خيار إلا أنها تتبع ليس لها أي خيار إلا أنها تتبع القانون القديم وبالتالي ستقوم الانتخابات على أساس طبيعية قانونية بقانون الانتخابات القديم وليس التعديلات التي قام بها البرلمان التونسي التي اعتبرها أو اعتبرتها عديد الجهات هي تعديلات إقصائية لعدد الجهات السياسية التي مطروحة ضد حركة النهضة أو ضد يوسف الشهد نعم شكرا جزيلا لك صبر يا زغيدي الكاتب المحلل السياسي كنت معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر